تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثاء على قناة سيلفي سبورت اللي بطلب منكم تشتركوا فيها حلقة اليوم عن المصارعة اللي البعض بيكرروا بيقول تمثيل تمثيل طبعا هي فيها استعراض ونعرفينها هي استعراض لكن هذا الاستعراض عم بيحقق دخل سنوي مليار عم بيخلي ملايين يشاهدوه هذا الاستعراض أو هذا التمثيل عم بيخلي بعض نزالاته يوصل فيها مشاهدين أكثر من 100 ألف في الصالات شو قصة هذه الـ WWE وكيف وصلت لهذا النجاح الكبير البعض بيعتقد النزالات العظمى اللي عرفها تاريخها هي اللي خلق الجمهور لحد الآن بيتابع من زغره لكبره بيظل فيها وهي اللي بيتضلها قادرة تجيب جمهور جديد فشو أعظم خمس نزالات في تاريخ نبيديو والإي صنعة نجاحة بالنسبة لو وجهة نظر الشخصية بتتذكروا دايما توب فايف برنامج ديمقراطي بحكي رأي فيه وبسمع رأيكم في التعليقات وبنبدأ بالتوب فايف بعد قليل راسل مانيا 18 عام 2002 هوجهوغن أسطورة العصر السابق بواجه درك النجم اللي واضح جدا إنه بقدر يكون أسطورة العصر الجديد لا أذكر إني شفت في نزال دا بي دي بي اي انقسام جماهيري وحماس من الثاني الأولى للثاني أخيرة مثل ذلك الحماس جنون اثنين عباقرة بناء وسيناريو اثنين عباقرة ستوري تينينغ زي ما يسموها الاثنين عالمايك مش طبيعيين وبنفس الوقت واحد جمهوره قديم والثاني جمهور الشبه فالتقل جيلين في نزال واحد انتهى بفوز ذاروك اللي بيقول فيه لهوغن شكرا يا أسطورة اللي بنت عليك أم جادة بدولي الآن بدأ دور أسطورتي وفي راسلمانيا 25 أندر تيكر مجومية في عزها شون مايكلس أداء في عزه عم بيرتقوا بنزال تاريخي حركة ما توقفت ضربات قاضية ما انتهت وكان نزال في فعلا صراع بين جمهورين جمهورين كبار لهذا الناجم وهذا الناجم نزال رجع كثير جمهير التابع بعد التحول من عصر الأتينتيود للبي جي وانتهى في النهاية بفوز أندر تيكر وقبل 2011 ومع التحول المبالغ فيه للبي جي بدأت المصارعة تفقد كثير من نجومها وجمهيرها السابقين ولكن في عام 2011 رجع كل شيء مع شخص اسمه سيام بانك واجه جون سينا في نزال ماني ان دا بانك وذلك النزال كان 40 دقيقة ممتاز جدا من الاتنين ولكن صار فيه لحظة في النهاية فانس ماك مان كان عنده مشكل كبير مع سيام بانك وهذا الشي بحبه الجماهير تحدي رئيسنا رئيس الشركة من أحد المصارعين فحاول إيرن الجرس بالغش ويفوز جون سينا لكن جون سينا رفض نزل ضرب الشخص اللي بعثه بيزبانك مان عشان يضرب الجرس وعندما عاد سيام بانك بنفذ ضربة قاضي وبفوز على جون سينا وبياخد الحزاب وبعدها عمل مشاكل مضحكة كثير سيام بانك وجون سينا في تلك الفترة أعادوا كثير من المشجعين القدامة اللي كانوا مش مقتنعين بالشكل الجديد لأنهم حسوا في شخصية متمردة سيام بانك أخذت لحزاب لمستوى أنه يوما ما حطوا في الثلاجة وقال لما كمان مش هرجع ألعب والآن منوصل لنزالين نزالين توقيتهم بخليهم بالنسبة إليهم متهم نزال رسلمانيا 13 استسلم بين ستيف أوستين وأيضا إبريت هارد نزال مهم جدا في تلك الفترة دابل يو كانت طالعة وخلص يعني حتى إحنا اللي كنا نحضر دابل يو صورة نحكي لأ دابل يو سي دابل يو بعدين منشوف شيف تردوني ذلك النزال كان حتى الاستسلام كان في دموية شديدة بريت هارد وستيف أوستين ربما قدموا واحد من أفضل نزالاتهم في التاريخ وانتهت باستسلام ستيف أوستين أفقدانه الوعي وانتهت بفوز بريت هارد ستيف أوستين من هناك بدأت نجوميته وبنعرف قداش تأثيرها وأهميتها لمستقبل دابل يو دابل يو بعد ذلك وبريت هارد هناك يعني ربما كل جمهور كندا كان معها ومتعاطف معها ذلك النزال لا ينسى وذلك النزال كان نقطة تحول في سباق المشاهدات التلفزيونية ما بين دابل يو ومنافسها دابل يو سي دابل يو ومدامنا بنتكلم عن نقاط التحول لازم نحكي عن لقاء هو أساس المصارعة والانتشارها على مستوى عالمي باعتراف تقريبا معظم عشاق المصارعة وخباءة بنرجع كثير لورا لألف وتسعمائة وسبعة وتمانين هوغ هوغين بيواجه أندري العملاق أندري داي جايان كان عنده مشاكل صحية كان لازم يبلش خلص يتنازل عن عرشه كأهم مصارع في تلك الفترة وكانت هي فترة تحول من المصارعين كان فيه عادة في دابل دابل لابن المصارعين لازم يكونوا ضخمين وهيك يعني قويين وكثير تحول لا من المصارع الضخم كثير للمصالع اللي عنده ممكن عضلات أو سرعة أو مرونة شكل مختلف فذلك النزال بسبعة وتمانين جيدر هوغين يهزم فيه أندري العملاق في راسلمانيا تلاتة ويفوز وبعدها يقال بدأ ما يسمى دابل دابل اي كالتشر ثقافة المصارع تنتشر في أمريكا وحتى في العالم العربي أنا ربما كنت طفل صغير لكن أذكر هذا الفيديو يعني وان ما تروح عند أي بيت يحطو لك يا تشوف وانا نحن وانا صغير يحطوني وشوف والله هوغين بينا عن أندري العملاق يعني حافظوا عن غير بالنزال لليوم من كثر ما حطوه إياه ومحلات الصور برا لأنه هذا النزال فعلا خلق ثقافة دابل دابل اي اللي يبني عليها بعد ذلك كل النجاحات آه فيه نزالات لا تنسى هوجين وقالت ما توريول اللي لمستوى شفت نقطة ضحكتني قال لك الأمريكان قسموا مرتين في التاريخ بايدن ترامب انتخالاتهم وهوجين ووريول لما تتواشوا مع بعض لكن فيه نزالات لعبة دور تخلي دابل اي اللي بنعرفها الآن أكثر من مليار دولار دخلا نجومية وشعبية هائلة جدا لأفرادها وأيضا نوصل هون لنهاية حلقة سيلفي سبورت وتوب فايف كنت معكم أنا محمد عوال بتمنى منكم تشتركوا على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى موسيقى موسيقى